موسيقى مساء الخير أعزائنا المشاهدين أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا وبرنامجكم حكايات فنية حلقتنا اليوم عن نجمة من نجمات الزمن الجميل الأسطورة، شمس الشموس، الصبوحة، الصباح نجمة اتعلمنا منها حب الحياة وتعلمنا منها الإصرار والعزيمة الشحرورة صباح في ذكرى رحلها هتكون هي النهاردة حلقتنا عن الشحرورة صباح نبدأ حلقتنا عن بدايتها اتولدت جانات جورج فغالي بلبنان يوم 10 نوفمبر 1927 كانت من صغراء وهي بتحب الأغاني وتسمع أغاني وتسمع موسيقى بس هي الأول ما تولدت كانت هي ترتبها رقم 3، 3 بنت في الوقت ده في لبنان وفي العالم العربي ما كانوش بيحبوا أول بنات وكانوا يعني بيضايقوا لما يخلفوا بنت فللأسف والدتها ما كانتش حبها في الأول وبعدين بدأت أنها تلضعها وتهتم بيها وبعدين مرت الأيام ودخلت مدرسة اليسوعية في لبنان وكان مشهورة عنها اللي هي بتحب تسمع أغاني وكانت بتحب تشوف أفلام ليلة مراد لأن هي تأثرت بها جدا في لبنان واكتشف صوتها لما بتدت تغني والدندن في المدرسة وكان لها عم اسمه أسعد فغالي كان ملقب بشحرور الوادي كان شاعر وكان معروف قوي كان بيحب صباح جدا وكانت دايما يقول لها حب الدنيا الدنيا تحبك وعلمها الشاعر وكانت بتحب تقول أشعار من اللي هو حفظها لها وكانت بيرقيها عليها اشتهرت جدا صباحا اللي هي البنت الصغيرة اللي بتحب دايما تسمع أغاني وتغنيها كمان في أعياد ميلاد في أي مناسبة يعني في أضيق الحدود وبعدين قدمت سكتش للإذاعة في لبنان اسمه الموسم الأزرق وكان معاها منصور الرحباني وعاصر الرحباني وكان معاها كمان شركتهم بدور صغير الفنانة والمطربة العظيمة فيروز بعدين قدمت مسرحية في المدرسة بعد كل سنة كان بيبقى فيه مسرحية وبيحضرها أولياء الأمور وكده قدمت مسرحية اسمها الأميرة هند وحضر الحفلة والد أحد زميلها اسمه أيصر يونس كان هو يعني بيوزع أفلام المنتجة الكبيرة أسيا وكان مقرب جدا من المنتجة أسيا فقال لها أنت جميلة أوي يا جنات هاتي صورتك أوريها للمنتجة الكبيرة أسيا في مصر فرحت جدا ووريته وبعدته الصورة وفعلا أول ما شفتها النجمة والمنتجة الكبيرة أسيا داغر رحبت جدا وقيت له هاتهالي على مصر وابتدت تحضير فيلم القلب له واحد هي وصلت مصر سنة 1942 والمنتجة الكبيرة أسيا تولتها وعلمتها الأداء وجابت لها قصة كويسة جدا اللي هي فكرة فيلم القلب له واحد ووفرت لها منتج كبير زي الأستاذ هنري بركاته هو اللي أخرج العمل وكان بطولة النجم الكبير أنور وجدي بعدين الفيلم لما عرض نجح جدا جدا نستأذنكم معنا اتصال المخرج الكبير أحمد يحيى أهلا بيك معنا أهلا بيك علينا إزاي حضرتك يا أستاذ أحمد الحمد لله أحمد لله يا رب دايما حلقتنا النهاردة عن ذكرى رحيل الشحرورة صباح وحضرتك جمعك بيها صداقة قوية جدا وأخرجت لها أعظم أفلام السينما المصرية ليلة بكى فيها الأمر سنة 80 كلمنا عن ذكرياتك مع الشحرورة صباح أثناء العمل آه والله يعني ست فنانة جميلة يا الإيكو دا تعبني أو أنا مش عارف أتكلم هلو أيوة مع حضرتك سمعينك اتفضل معنا إلغي الإيكو بس شوي حاضر ماشي أنا بتكلم بلاقي الإيكو مش عارف أتكلم تمام كده حضرتك سمعينك ويس أيوة أنا سمعت اتفضل إحنا سمعينك أنا الإيكو صوتي أنا صوتي أنا مفيش إيكو أستاذ أحمد اتفضل حضرتك إحنا معاك أنا بتكلم بس مع الصوتي بعدي لا تمام يا إستاذ أحمد سمعين حضرتك وكلمنا مرة تانية وبعدين بعد نجاح فيلم القلب له واحد وخدت عليه أجر 150 جنيه بعدين المنتجين جيروا كتير وراها جدا وكان أول حد تتعامل معاه بعد المنتجة أسيا الفنان حسين صدقيه في فيلم أول الشهر وأخدت عليه أجر 1000 جنيه بس للأسف يعني الفيلم ما نجحش قوي زي القلب له واحد فرجعت مرة تانية للمنتجة أسيا وتعاملت معاها في فيلم هذا جناء أبي والفيلم نجح نجاح غير عادي كان بطولة الفنان صلاح نظمي والفنان الكبير زاكي رستم ومن المواقف الطريفة اللي حصلت في الفيلم ده فيه مشهد في المحكمة وهو واقف يتكلم الأستاذ زاكي رستم أم رحت صباح ضحكت أم هو قال لها أنت بتتحكي على الإيه وقام ضربها بالقلم جامد عشان خرجته عن الاندماج فدي من المواقف اللي هي دايما كانت تذكرها وتقول اتعلمت الالتزام زي ما احنا شايفين على الشاشة دي صورتها مع والدها ووالدتها اللي كانوا دايما معاها خطوة بخطوة في كل تحركاتها اسم صباح بقى جيم نين لما المنتجة الكبيرة أسيا نزلت صورتها في مجلة الصباح وقالت ده وجه سينمائي جديد يا جماعة تختاروا له اسم ايه الجمهور كله وكل قراء مجلة الصباح هم اللي اختاروا اسم صباح على جانت ومن هنا بدأت صباح مسيرتها الفنية بس طبعا قابلتها عقبات كتيرة جدا ومشاكل كتير جدا لكن هي قدرت تتغلب على كل المشاكل دي باسرارها وبعملها بعدين برضو الاستاذ فريد القطرش حبت تتعامل معاه وهو طلبها عشان فيلم بول بولا فاندي بعد النجاح الصاحق اللي هي حققته من خلال أفلامها هذا الجناعة وقابي والقلب له واحد وتولت أعمالها فاخدها فيلم بول بولا فاندي واتعاونت معاه وكان فيلم ناجح جدا جدا وابتدت صداقة لحد آخر يوم في حياة الموسيقار فريد القطرش كان صديق مقرب لها جدا لأن هي كانت بتسكن معاه في نفس العمارة اللي هو فيها وكانه جران دايما بيشوفه بعض ودايما بيتعاونه مع بعض وتعاونت معاه في أكتر من فيلم بول بولا فاندي زي أنساك وغنه مع بعض أغاني كتير جدا زي وهابتك حياتي وغنية أحبك ياني ولحن لها العديد والعديد من الأغاني حبيبة أمها ويدلع دلع وكان بينهم صداقة قوية جدا 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 لدرجة أن يوم وفاته لأصولة صغيرة جدا في جيبه لصباح لأنها كانت صديقة وأخت غالية بيعتز جدا بصداقتها وهي حزنت عليه جدا وقالت يوم رحل فريد الأطرش فرق كل الفنانين لأنه كان معروف عنه القرم وأنه بيجمع كل أصدقائه يسهروا مع بعض يشوفوا بعض يتكلموا مع بعض فدي من الحاجات الجميلة اللي شفناها وعلاقتهم مع الفنانين مع بعض وأيضا الشحرورة صباح جمعتها صداقة كبيرة جدا بكوكب الشرق أم كلسوم وبالفنان الكبير وديع الصافي والمسكار محمد عبد الوهاب كان دايما الأستاذ محمد عبد الوهاب هي بتلجأ له لو عندها مشكلة شخصية أو مشكلة فنية ولحلها أعمال جميلة جدا زي أغنية عضيعة يام عضيعة ونجحت نجاح غير عادي وعلاقتها كانت كمان قوية بالرؤساء والملوك يعني الرئيس محمد أنور السادات والزوجته جهان كانوا دايما بيحبوا صباح تكون في احتفالات مثلا نصر أكتوبر في احتفالات وطنية في احتفالات مثلا أفرح أولادهم فكانت صباح يعني محبوبة من الجمهور ومن زملائها الفنانين وحتى آخر عمل قدمته سنة الثمانين ليلة بكى فيها الأمر تعاونت لأول مرة مع المسكار دكتور جمال سلامة ولحلها جميع أغاني الفيلم ساعات ساعات طبعا دي كانت من الأغاني المتميزة جدا جدا في فيلم ليلة بكى فيها الأمر وكان المسكار دكتور جمال سلامة كان سعيد بالعمل مع صباح لأول مرة لأنها كانت زكية وكانت بيتأدي اللحن كما يجب أن يكون وأحسن كمان فكانت هي الحقيقة يعني بتساعده على أنه يشتهر وأنه يقدم أعمال متميزة لحن لها كل أغاني فيلم ليلة بكى فيها الأمر وطبعا الشحرورة صباح تزوجت أكتر من مرة زوجها الأول كان نجيب الشماس وأنجبت منه ابنها الدكتور صباح وبعدين أنجبت بنتها هويدة من عازف الكمانجة الأستاذ المسكار أنور منسي معنا مرة تانية الأستاذ المخرج الكبير أحمد يحيى أهلا بك يا أستاذ أحمد معنا أهلا بك يا باشا أهلا وسهلا كلمنا عن ذكريات حضرتك مع الشحرورة صباح في فيلم ليلة بكى فيها الأمر الحقيقة يعني هي فنانة ملتزمة جدا وكانت أول واحدة يعني بتيجي التصوير وبتخش من المكياج يعني على قد نجوميتها ما كانتش بتاخد وقت كتير أبدا في المكياج وكانت ملتزمة في الموعيد وفي الأداة وبتسمى حضرتك أهلا جدا جدا ومطيعة جدا جدا يعني رغم أن بجمياتها الكبيرة أنها كانت بتحترم كل كلمة وتوجيه سواء من المخرج أو من المصور عشان كده تعاونت مع حضرتك في فيلم ناجح وفيلم كبير وجميل زي ليلة بكى فيها الأمر بأغاني الجميلة والقصة الجميلة المتميزة وإخراك حضرتك الله يخليك حضرتك كمان كنت حاضر آخر عيد ميلاد ليها في 2011 في مصر آه مضبوط مضبوط الله يرحمها تمام بتذكرها حضرتك بإيه؟ إيه الموقف اللي جامعك بيها وحضرتك تذكره؟ لا يعني هي كانت متعودة في أفلامها السابقة أن كل أنها تجيب كبار الملحمين أنا قلت لها أنا عايز أجيب جمال سلامة وجمال سلامة ما كانش لحن قبل كده صح أو ما كانش اسم كبير في عالم الملحمين طبعاً لم تعترض والله يرحمها والفرصة سعيدة أوي أوي الله يرحمها وهوية تفضل دايماً عايشة بأعمالها الجميلة أنا بشكر حضرتك جداً على مداخلة حضرتك يا أستاذ أحمد نورتنا وبشكرك جداً زي ما اسمعنا الأستاذ أحمد يحي حقيقي فعلاً كانت هي متعاونة مع كافة الإخراج التصوير ما كانتش أبداً متبهرجة في حياتها زي ما البعض بيظن كانت حياتها بسيطة كانت مهتمة جداً بعملها وبأخوتها وبأسرتها كمان كانت لها فضل كبير في إخراج مواهب كتير في العالم التلحين زي الأستاذ دكتور جمال سلامة وأيضاً المطربين زي رولا اللي شركتها أغنية يانا يانا وحققت نجاح غير عادي وأيضاً مسلسل الشحرورة صباح لما اتعامل عن حياتها وهي كانت أول فنانة يتعامل قصة حياتها مسلسل وهي عايشة وهي اللي قالت قصة حياتها عشان تتعامل مسلسل وقدمت دورها الجميلة المطربة كارول سماحة وكانت الشحرورة صباح سعيدة جداً بهذا العمل ونجاح نجاح كبير جداً وعرض في رمضان سنة 2011 الشحرورة صباح طبعاً أشهر أغنيها اللي كانت دايماً مسماعة وكانت الناس بتحبها جداً جداً أغنية ساعات ساعات ويانا يانا وعشقة وغلبانة والنبي كمان الشحرورة صباح قدمت تقريباً مع كفة الممثلين والممثلات أفلام زي مثلاً ثلاث رجال وامرأة كان مع الفانانة الكبيرة الرحلة سعاد حسني وكانت بتحب برضي سعاد حسني جداً وزعلت قوي لما رحلت بهذا الشكل المؤلم وأيضاً الشحرورة صباح كانت بتحب أنها تغير يعني أول مطربة في مصر تدخل في أفلامها أغاني لبنانية عشان سلط لبنان يوصل لأنها ما نستش أبداً بلدها لبنان وكانت دايماً يعني بتحب تروح لبنان وتشارك جمهورها هناك في لبنان على إعروض أفلامها والشحرورة الله يرحمها كانت كمان بتساعد المواهب الجديدة سواء مثلاً في التلحين في التمثيل كانت حياتها كلها عطاء وحب للحياة وحب للناس يعني برضو أذكر أن كان في مشكلة ومنعت من دخول مصر اللي تدخل في هذا ومنحها الجنسية المصرية مرة تانية الرئيس محمد أنور السادات لأن كانت صباح صوت يعني مش مجرد فنانة لبنانية لا هي مصرية لبنانية وحياتها كلها برغم الألم والمحن اللي شافته في حياتها إلى أنها كانت بتواجه كل ده دايماً بالحب وبالسعادة وبالتفاؤل فكانت يعني عظيمة في حياتها الفنية زي ما كانت عظيمة في حياتها الزوجية والأسرية ما كانتش موفقة أوي في حياتها الزوجية انفصلت كذا مرة وللأسف ما كانتش موفقة لكن حب الحياة هو اللي قدر يخليها تتغلب على المشاكل وتتغلب على المحن اللي كانت بتواجهها الشحرورة كمان قدمت مسرحيات غنائية في لبنان وكانت نجحة جداً جداً مع واسم طبارة وفادي لبنان أزواجها وهوية كمان تساعدتهم وقدمت بنتها هويدة لأول مرة في السينما في فيلم نار الشوق وكان معها في البطولة زوجها بس كانوا نفصلوا في الوقت ده رشد أبازة جمعتها بينه وبينها صداقة كبيرة جداً وقدموا فيلم من أعظم الأفلام الاستعراضية نار الشوق كان سنة سبعين وقدرت تغني فيه أغاني جميلة جداً مع الموسيقار والفنان الكبير وديعي الصافي زي حب الدنيا وغنى لها أيضاً دار يا دار وهي تغنت بأغاني جميلة جداً غنيتها الشهيرة سلمولي على مصر كانت من رواقع هذا الفيلم والحان بلغ حمدي برضو كانت جميلة جداً في الفيلم وهويدة بقى قدرت تقدمها بشكل جميل وشكل مختلف بعد ما غنت لها حبيبة أمها وكلك منين يا بطة غنت لها أيضاً في هذا الفيلم أمرت الحلوة وكانت يعني الشحرورة صباح حياتها كلها داي ما احنا كنا شايفينها على الشاشة حب وتفاؤل وسعادة ما كانتش أبداً بيتميل للحزن ولا الكآبة ولا الكلام ده برغم المحن اللي هي شافتها في حياتها في بدايتها والمأساة اللي مرت بيها يعني والدها كان قاس عليها شوية في بدايتها وكان دايماً يعني بضربها وكان دايماً بيهينها لأن في الوقت ده كان الأب جديد جداً فما كانش متفاهم قوي حياتها وكمان الشحرورة لو نقدر نذكر برضو علاقتها بأولادها كانت علاقتها جميلة جداً ما زي ما البعض بيتصور يعني هويدة بنتها دي كانت كل حياتها وكل دنيتها وكمان كانت هي عايزة تستمر أكتر في الفن لكن هويدة ما حبيتش أول فن فبتعدت وفضلت إنها تبعد عن الأضواء والنجومية الأيام الأخيرة في حيات الشحرورة صباح كانت دايماً بتوصي كل اللي حواليها إن عايزة اليوم يوم رحلها يكون يوم فرح يوم ملئ بالسعادة زي ما رسمت السعادة والحب على الناس كلها وجمهورها فكانت عايزة أيضاً رحلها يكون يوم سعيد مش عايزة الناس تبكي مش عايزة الناس تتقلم مش عايزة حد يكون زعلان أبداً فالله يرحمها قدمت حياة فنية كبيرة جداً وكانت نجحة وموفقة في الأغاني وفي السينما وللأسف يعني في الفترة الأخيرة ما كانتش زي ما الناس بتقول إن هي عايشة الوحيدة لا كانت باستمرار فيه ناس حواليها والناس جنبها من أسرتها وكان فيه هنادي اللي هي الممرضة اللي كانت معاها لحظة بلحظة لأن كان طلع إشاعات صباح مقيمة في قوتيل وإنها عايشة وحيدة ومفيش حد مهتم بيها لا يا جماعة ما كانش فيه كده أبداً بالعكس كانت كل الناس حواليها محبينها وكان فيه فنانين كتير بيزوروها يعني من الفنانة مجدر رومي الفنانة كارول سماحة رولا يعني ما كانتش أبداً منفصلة عن الفن أو عن حياة الناس إطلاقاً لكن لكن يا جماعة الشحرورة تفضل دايماً عايشة بأعمالها الجميلة ويوم رحلها في 26 نوفمبر 2014 كان يوم حزين على العالم كله لما فقدنا أسطورة وشحرورة الوادي النجمة الكبيرة صباح يعني كان يوم صعب جداً على محبيها وفنانين كتير أصروا يروحوا يحضروا الجنازة في لبنان زي الفنانة إلهام شهين والفنان الكبير سامير صبري الفنان سامير صبري جامعاته صداقة قوية جداً بالشحرورة صباح وعمل معها حوارات كتير جداً وكان دايماً من الناس المقربين في حياتها ما أصلوش طرقها أبداً وهو اللي أصر يعمل لها عيد ميلاد عيد ميلاد في مصر في 2011 معنا خبير التجميل اللبناني سامر أهلاً بيك يا أستاذ سامر خبيب قلبي أهلاً أستاذ معتز أهلاً بيك يا خبير التجميل أنا عارف أن حضرتك كنت من المقربين جداً من الشحرورة صباح في أيامها الأخيرة وسنواتها الأخيرة كلمنا عن ذكرياتك معاها يا حبيب قلبي أنا تعرفت على الشحرورة طباح من 2012 من بلال بنت أختها جانت غالي ورفقتها على مصر بالمكياج بآخر تكريم عمل إليها بحياتها وبكذا مقابل التلفزيون جميل قوي أنا بالنسبة لصباح علاقتي فيها أنا بعشقة منه أنا ولد صغير ولما رحت معه وشفتها كان هيدا حلم حياتي عبيتحقق طبعاً وطبعاً السيد صباح هي ملكة الزوء وملكة الوفا والمحبة نتعلم منها التواضع كأسطورة كبيرة وضلت متواضع على آخر لحظة بحياتها طبعاً وصباح طبعاً فناني بالفطرة صوت عظيم مش أنا اللي بحكي عن صوتها يعني كل النقاد الفنيين الكبار هني بيعرفوا قيمة صوتها ونفسها الطويل طبعاً وهي أول فنانة لبنانية عملة الغنية اللبنانية ونشرتها بكل العالم من خلال أفلامها ومن خلال حفلتها مزبوط حتى الرحابني هني أول قبل ما يكونوا الرحابني هني بيعزفوا مع الأسطورة صباح فمن هون نحن منشوف قداش صباح هي تاريخ كبير وطلع من تحت جناحة مثل ما منقول كتير فنانين طاروا بعدين مدارس وعظماء مثل ملحم بركات مثل الرحابني مثل بمصر عبد الحليم فاتن حمامة عدل إمام كلهم طلعوا من أفلام صباح ومن أعمال صباح مزبوط شو بصدك خبرك بعدها كنت عايزة أسألك كانت في أيامها الأخيرة بتعامل الناس إزاي كان مين محط بحواليها كنت بتزورها كنت بتقولوا ايه بتدردش معاك عن ذكرياتها وأمجدها وأعمالها العظيمة اللي قدمتها مزبوط صبوحة بأيامها الأخيرة كنت دايما زورها بالمطرح مكانة ساكنة بالأوتيل وكنا دايما تخبرني عن محبتها لفنانين زمان من فريض الأطرش من كمان بتحب كتير الفناني وردة طبعا هي محبة هي إنساني محبة هي إنساني يعني بتحب كل الناس ما بتحكي وحش على حدا وكانت كمان تخبرني دايما عندها حنين للتكريمات الكبيرة اللي كانت تنعملها وللحفلات الكبيرة اللي كانت تنعمل للأسطورة صباح هي من الفنانين يعني هي أول فنانة عملت حفلات على مسارع عالمية بباريس وبأميركا وبلندن فكانت تتخبرني عن هذه الأمجاد دايما وكانت دايما صبوحة عند روح النكتة يعني دايما تحب تمزح وتضحك حتى وهي عيانة يعني تمام بشكرك جدا خبيري التجميل سامر من لبنان بشكرك على مكالمة حضرتك ونورتنا مرسي قوي للأسف وقت حلقتنا خلص لكن الكلام عن الشحرورة صباح لسه مستمر وحياتها المليئة بالنجاحات والتكريمات هتفضل دايما علامة متميزة واحنا لحد دلوقتي بنشوف أفلامها وبنحب نسمع أغانيها وهي هتفضل دايما عايشة في قلوبنا الشحرورة صباح كانت حلقتنا النهاردة عنها بشكركم أعزائي المشاهدين على المتابعة وإن شاء الله معدنا الإسبوع القادم في حكايات فنية مع معتازل سعد بشكركم وإلى اللقاء